في ظل استمرار الحرب وتجفيف مصادر الدخل القومي للبلاد بات المغتربون اليمنيون العامل الأكثر تأثيرا في دعم اقتصاد البلاد من خلال التحويلات المالية تقدر الحكومة اليمنية عدد المغتربين اليمنيين في المملكة العربية السعودية وحدها بأكثر من مليوني عامل لكن غالبيتهم باتوا معرضين لخطر الترحيل بسبب التغير المستمر في القوانين السعودية المتعلقة بأنظمة العمل بعد سنها العديد من القوانين التي تسببت في طرد مئات الآلاف من المغتربين اليمنيين خلال السنوات الست الماضية تشن السلطات السعودية حملة أمنية جديدة على نطاق واسع لترحيل العمالة اليمنية خلال الأسبوعين الماضيين قامت المملكة بحملة ترحيل تحت مبررات مخالفة أو العمل لدى غير الكفيل وتشارك في هذه الحملة مختلف الجهات الأمنية والإدارية بما في ذلك شرطة المرور وإدارات التربية والتعليم بحسب مراقبين فإن توقيت حملة ترحيل العمالة اليمنية يعمق الأزمة الإنسانية التي تعيشها اليمن بسبب الحرب التي تمثل السعودية واحدا من أهم أطرافها والمؤثرين فيها بالرغم من تأثير هذه الإجراءات السعودية بشكل مباشر على حياة ملايين اليمنيين إلا أن الحكومة اليمنية تبدو عاجزة عن إبداء أي علامات اعتراض أو مطالبة بمنح المغتربين اليمنيين تعاملا استثنائيا بما يتناسب مع أوضاع بلاده اشتركوا في القناة